يستمر مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال المساعدات في مختلف المجالات ويحظى قطاع الصحة في اليمن بدعم واهتمام كبيرين نظراً لاحتياجات هذا القطاع للمشاريع الصحية نتابع باعتباره في المرتبة الثانية من حيث الدعم والتمويل من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية يواصل المركز دعم القطاع الصحي في اليمن بمختلف أقسامه هنا في مارب تسلمت وزارة صحة الدفعة الثانية من شحنة المساعدات الطبية والمستلزمات والمحاليل المقدمة من مركز الملك سلمان وذلك دعماً لمركز غسل الكلة في مستشفى مارب وبقية مراكز الغسل الكلوي التي تعاني نقصاً شديداً في المحاليل الطبية دعم المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة في المجال الصحي طبعاً عن طريق المركز الملك سلمان والبرنامج السعودي والصندوق السعودي يغطو كثير من المجالات التي تعجز عن تقطيتها وزارة الصحة وخصوصاً في مجال الغسل الكلوي ساعدت الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية إلى مراكز الغسل الكلوي أسامت في استمرارية تشغيلها في أغلب المحافظات اليمنية الدعم السعودي دعم متواصل ويشكر عليها أشقاءنا في المملكة وليس غريباً على المملكة العربية السعودية دعمهم لأخوانهم في اليمن 414 مشروعاً إجمال المشاريع التي مولها ونفذها المركز للقطاع الصحي في اليمن بمختلف المحافظات وبذلك يحتل القطاع الصحي اليمني المرتبة الثانية من حيث التمويل وتنفيذ المشاريع المقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية للإخبارية عبدالفتغلاب عدن